كلما اقتربت موسكو وأنقرة من تكرار السيناريو السوري في ليبيا واعلن ما يشبه الصفقة كلما زاد النشاط الدبلوماسي الأوروبي لوضع الأزمة الليبية في مسارها القانوني هذه المرة ألمانيا تحاول توسيع دورها في الملف الليبي وزير الخارجية الألماني هيكو ماس يؤكد في زيارة إلى موسكو أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى القرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين لا تزال أطراف النزاع الليبي متمسكة بفكرة التخلي عن حلول سياسية توافقية صعبة وبالاستعانة بالخارج يظنون بأنهم يستطيعون إركاع خصومهم نؤكد بأنهم لن يستطيعوا فعل ذلك لأننا فصلنا في هذه الإشكالية في بداية السنة خلال مؤتمر برلين موسكو التي تؤكد في كل مرة بأنها تقف على مسافة واحدة من أطراف صراع الليبي تجدد موقفها الداعي إلى توحيد الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية بما يضمن للليبيا الاستقرار واستعادة سيادتها نحن ننطلق من أن الهدف النهائي لجميع جهودنا يجب أن يكون استعادة سيادة الدولة ووحدة الأراضي الليبية التي انتهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة النيتو في عام 2011 في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي وبينما أجمع قادة العالم في مؤتمر برلين على ضرورة تبني الحلول السياسية والديبلوماسية لحل الأزمة الليبية يواصل أردوغان التغريد خارج سرب التهديئة عبر دعمه لحكومة صراج بالسلاح ونقل المرتزقة إلى ليبيا مؤتمر برلين كلبنة لبنة أساسية أسسها القوى الحاضرة في المؤتمر لوقف إرسال السلاح والمرتزقة وإي شكل من القوات إلى ليبيا يبدو أنه مباشرة بعد مؤتمر برلين تركيا واصلت إمداداتها من الإسلحة والمرتزقة إلى ليبيا فهي لعبت جميع أوراقها في ليبيا وبالنسبة لها الحل الوحيد هو انتصار حكومة الوفق استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا سهم في تأزيم الأوضاع أكثر وإطالة عمر الأزمة الليبية ما دفع بالدول الفاعلة في الملف الليبي إلى دق نقوس الخطر ورسم خطوط حمر لتفادي سيناريو الخروج عن السيطرة في ليبيا تؤكد موسكو وبرلين على ضرورة تبني الحلول السياسية لحل الأزمة الليبية مع التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين يوسف بيقار الغد موسكو